لكل طفل حق في الحصول على حياة كريمة هكذا كان من المفترض أن يعيش الأطفال حياتهم وهم يحتفلون بيومهم العالمي الذي مر وسط أوضاع غاية في الصعوبة تشهدها محافظة أبيا واليمن عموما منذ نحو خمس سنوات كانت الحرب كفيلة بحرمانهم من أبسط الحقوق التي كفلتها اتفاقية حقوق الطفل بعد نحو ثلاثة عقود من توقيعها رغم الظروف التي نعانيها وعانيها شعبنا اليمني لكن نحاول بقدر استطاعتنا أن نفرح ونرسم بسمة في وجوء أطفالنا هنا في محافظة أبيا وتجاوزا لكل ما يعانيه الأطفال لا يزالون يرجوه أن يكون مغايرا للحاضر المأساوي حيث يحتفل هنا الأطفال بطريقتهم من خلال التذكير بحقهم في الحصول على البهجة وهم يعيشون طفولتهم المسلوبة كنت أتمنى في هذا اليوم أن نحتفل بأمان وطفولية ولا يمان يعيش بأمان وآمان إذن جاء الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للطفل منقوصا وكتذكير بما يعيشونه من وضع مأساوي في ظل الوضع القائم من جهة وجرس انذار أيضا من جهة أخرى يذكر بضرورة احترام حقوقهم وحمايتهم خصوصا بعد أن تسببت الحرب في انتهاكات جسيمة كتلك التي زجت بهم في صفوف التجنيد أو دفعتهم إلى الانخراط في أعمال تعرض حياتهم للعنف وسط غياب للحكومات المتعاقبة عن الالتزام بتنفيذ ما نصت عليه الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الأطفال بحسب ما أوردته تقارير حكومية هنا في محافظة أبيان لطفي إبراهيم قناة بلقيس أبيان